السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير صحية الصبح فجأة مرة واحدة الحق اليوتيوب هيوقف التعامل مع الويسترن يونيون والناس كلها بدأت ان هي تجيب صورة لرسالة مكتوبة بالانجليش طبعا لان انا عن نفسي ما جات ليش الرسالة. انا عن نفسي ما جات ليش الرسالة. لكن لما اخدت الرسالة وترجمتها اتضح ان معنى الرسالة سهل وبسيط جدا وبيقول لن يكون وسترن يونيون متاحا بعد الان عند اختيار طريقة الدفع الخاصة بك ابتداء من يوم عشر اغسطس سنة عشرين عشرين واعتبارا من التاريخ ده اي حد عنده قناة او بيتعامل بالاتسانس مش هيقدر انه هو يختار طريقة الدفع ليه عن طريق الويسترن يونيون علشان كده هما بينصحوا الناس ان هي تبدل لطريقة دفع تاني علشان الدفعات دي كلها الا هتتوقف ابتداءا من اول عشرين واحد وعشرين علشان كده هما قالوا ان احنا هبتدي نبلغ الناس هما هيمشوا في ازاي ويعملوا الطرق ازاي ويستلموا فلوسهم ازاي وايه هي الخيارات المتاحة مع الناس علشان يبتدوا يستلموا دفعاتهم او ان هما يقبضوا فلوسهم اللي بياخدوها من اليوتيوب السبب الرئيسي في الكلام ده كله هو ان الفيروس جه وكان منتشر ادى الى ان بعض مكاتب او فروع الويسترن يونيون في بعض البلاد حول العالم ان هي تقفل والاتسانس طلب من الناس ان هي تراجع الويسترن يونيون وتشوف هو عنده مشكلة وقافل ولا لا طبعا كانت المشكلة ان الويسترن يونيون في الوقت ده بسبب التحول للانترنت والتحولات عن طريق الانترنت بدأ يبقى عليه ضغط جامل الشكل ده ادى لازحام وطبعا انا اسف ليكم مش هنقدر نقارن الحوالات اللي بتوصل لجميع البلاد من العاملين بالخارج مقارنة لواحد رايح يستلم 100 دولار او 200 دولار او 1000 دولار الناس بتبعت بالعشر وبالعشرين وملايين الدولارات فالشكل ده ادى لازحام اليوتيوب او الاتسانس او بابا جوجل فكر ان هو يحط للناس طرق تاني بديلة يقدر يستخدموها بديلة عن الويسترن يونيون وطبعا كانت كل الناس بتلجأ للويسترن يونيون لسهلته والقصر تفروعه الجوجل كانت عاملة طرق قبل كده لكن محدش كان بيهتم بيها الطرق دي كانت عبارة عن الشيكات والتحويل الالكتروني والتحويل الاموال الالكتروني عبر المنطقة الموحدة المدفوعة باليورو اللي هي الاس اي بي اي او الرابيد او الحوالة المصرفية هنعرف كل واحدة منهم بتتعمل ازاي وايه مميزاتها وعيوبها واول طريقة هي الشيكات يعني حضرتك بتبعت لهم اسمك وبياناتك وهم بيبعتوا لك الشيك بالاسم والبيانات وفلوسك وتروح تصرفه من اي بنك تابع ليهم في موجود في الدول اللي موجودة قدامك وتقريبا ما فيش ولا دولة عربية فسطهم تاني طريقة الاتسانس بينصحك ان انت تشبك حسابك عليها اللي هي التحويل الالكتروني التحويل الالكتروني عبارة عن حاجة اسمها اي اف تي ده بيقولك ان انت بتودع الارباح بتاعتك في حسابك اللي في البنك مباشرة من الاتسانس والحساب بيتحط عندك الفلوس بالعملة المحلية اللي انت بتتعامل بيها في بلدك وبيقولك شوف لو دي اسمك في وسط القيمة اللي موجودة قدامكم حاليا يبقى انت كده مؤهل ان انت تعمل تلقي دفعات عبر التحويل الالكتروني وبيقولك كل المطلوب منك ان انت هتثبت بياناتك في الاتسانس عن طريق حسابك المصرفي اللي هتاخده من البنك وبالشكل دوا بيبقى عندك حساب وبعد كده هتثبت ملكية حسابك ان انت تعمل استخدام اداع تجريبي الاداع التجريبي نقول يعني مثلا حكاية دولار او اقل من دولار بيشوفوه هل انت هتعرف تستلم الفلوس ولا لا طبعا الميزة هنا ان موجود في دول كتير زي المغرب وزي تونس وزي الامراض الاسامي كلها موجودة قدامكم بعد كده بيقولك بقى هنا لو انت كنت غلطان وانت بتدخل البيانات تقدر تعمل ازالة وحسف للبيانات دي وتعبي البيانات الصحيحة مرة تاني لو الدولة اللي انت فيها بتتعامل باليورو هتتعامل باليورو لو الدولة اللي انت فيها زي المغرب بتتعامل بالدرهم المغربي فلوسك هتوصلك في البنك بالعملة اللي انت عامل بها حسابك اللي هو الدرهم المغربي اتصنسي بنبهك لنقطة مهمة جدا بيقولك ان انت لو عملت الحساب بعد يوم 20 في الشهر هتضطر تستنى فترة اطول مثال لو انت عملت حسابك مثلا في شهر 4 لكن انت خلصت اجراءاتك وعملت الحساب قبل يوم 20 يبقى هتستلم بسرعة لكن لو عملت بعد يوم 20 هتضطر ان انت تستنى لحد الحوالات اللي هي في شهر 5 والاداء التجريبي ده حاجة بسيطة جدا انت بتدخل على حسابك وبتقول ان هعمل اداع تجريبي بيقولولك خلاص اوكي هم بيبعتوا لك مبلغ ممكن بعد يوم او 2 او 3 على حسابك الالكتروني المبلغ ده انت ما تعرفوش ممكن يكون 50 او 60 سنت لما بتستلم المبلغ بتدخل على حسابك وبتقول انا وصلت لي 55 سنت بيعرفوا كده ان ده اثبات ملكية ان ده حسابك الطريقة الثالثة علشان تقبض او تستلم دفعاتك من الاتسانس هي الاس اي بي اي ودي موجودة في منطقة اليورو يعني الدول اللي بتتعامل باليورو لو انت اسمك في وسط الدول دي يبقى انت تقدر ان انت تستلم ارباحك عن طريق الاس اي بي اي لكن في دول منها هيكون انت محتاج ان انت تعمل اجراء تجريبي اللي هو المبلغ اللي احنا قلنا عليه اقل من دولار علشان تثبت الملكية وبيقولك كمان ان انت الميزة دي مميزة جدا للدول اللي موجودة بتتعامل باليورو وبيقولوا ان هما مستقبلا هيبتدوا يزودوا فيها وبيقولك خلي بالك وانت بتعمل الطريقة دي ان فيه بنوك شغالة بيها وفيه بنوك مش شغالة بيها وافضل حل ليك ان انت تتجه للبنك اللي فيه حسابك وعاوز تعمل عليه استلام دفعات الاس اي بي اي وتأكد منهم هل لو جات لدفعات من جوجل او من اليوتيوب او من الاتسانس اقدر استلمها على حسابي ولا مش هينفع لكن الطريقة هنا بتختلف عن التحويل الالكتروني اللي قلناه من شوية ليه؟ لان انت لو عملت غلط وانت بتعمل حساباتك المصرفية وعاوز تعدل فيها ما بتقدرش تعدل فيها لا بتضيف الحساب اللي انت متأكد منه كحساب جديد وبعد كده بتحزف الحساب القديم اللي انت كنت عامله الاول اللي هو فيه الغلط طيب بعض المشاكل بتواجه الناس اللي بيستخدموا الطريقة دي زي ان الارباح تتأخر او يحصل لغبطة بيقولك ان بيكون السبب فيها ان انت حاطت رقم حسابك غلط او رمز البنك اللي انت بتتعامل معاه غلط فالمطلوب منك ان انت تاخد الارقام الصحيحة من البنك تاني حاجة ممكن يكون حسابك انت نفسه في البنك ده اتقفل فلازم تراجع مع البنك بعد كده بيقولك ان البنك نفسه ممكن ما يكونش موجود من ضمن الفروع اللي انا هتطلقكم صورهم دي بخلاف كده بيقولك انه ممكن يكون البنك نفسه انضم او دمج نفسه مع بنك تاني وبالشكل ده رمز البنك بيتغير فلازم تكون على دراية وتراجع البنك بخصوص المواضيع اللي زي كده والطريقة الرابعة معانا اللي هي الرابد الرابد دي متوفرة فقط للي عنده حساب فردي من الشركة وعنوان سكن في روسيا لكن احنا بنتكلم عنها لعله وعسى حد يسمعنا من الروسيا ويستفاد بيقولك ان انت بتعمل حساب على الرابد اونلاين دوا بيبقى ليك بعد كده رقم لما بتدخل على حسابك في الاتسانس بتحط بياناتك وبتحط الرقم بتاع الرابد اونلاين بيجيلك عليه دفعاتك بعد كده الطريقة الخامسة اللي ممكن تعتمدها علشان توصلك الدفعات على حسابك هي الحوالات المصرفية المطلوب من حضرتك تكون عندك حساب شخصي موجود في احدى بنوك الدولة ويفضل ان الحساب يكون بالدولار يعني حضرتك انت رايح تفتح حساب النهاردة في اي بنك في بلدك خد معاك ما لا يقل عن 100 دولار لان احتمال البنك يقولك احنا ما بنتديش دولار حضرتك بتروح بتتفضل مشكورا بتفتح حساب في البنك وقبل ما تديهم الفلوس وتقول انا هفتح حساب قلهم انا هفتح الحساب ده بالدولار وهتوصلني عليه تحويلات مالية من بره زي جوجل والأدسانس واليوتيوب ما تقولش يوتيوب بس قول كل حاجة لو قالولك اه ينفع اتأكد من ان الكلام ده موجود ان انت تقدر تستلم عليه دفعات لو الكلام ده مش موجود ستوب وما تكملش وحاول تشوف بنك يكون هيعمل لك حساب تستلم عليه دفعات من جوجل او أدسانس او يوتيوب ما تروحش وتقول يوتيوب بس لا خلي الدايرة تبقى اوسع شوية علشان ما حدش يقولك انت ما قلتش المطلوب من حضرتك هتجيب اسم الحساب من البنك وهتجيب اسم البنك وهتجيب رمز السوفت ده عبارة عن 11 رقم برضو خده من البنك بيبقى عبارة عن 4 حروف دول باسم البنك تمام وفي رمز البلد وفي رمز الموقع بتاعك اللي هو فرع فين بالزبط القاهرة الجيزة المغرب اي مكان انت فيه اي محافظة انت فيها علشان يبقى الكل سامع بعد كده فيه حاجة اسمها الايبان اللي هو ما نعاوز الايبان بتاعي الايبان بتاعك بيبقى رقم طويل ممكن يوصل ل 25 او 30 حرف بيبقى عبارة عن شامل كل حاجة بما فيها اسمك وبياناتك ورقم حسابك والبنك اللي انت تابعه اي فرع بالشكل ده حضرتك عندك حساب تقدر تضيفه لأدسانس اتمنى يا رب ان اكون قدرت اقلم بالموضوع من جميع الزوايا اللي كان ماخرني ان انا اتكلم فيه ان الناس عملا تقول محدش عارف السبب ومحدش عارف الحلول فانا حبيت لما اتكلم اجيب السبب عشان الناس تفهم ما تمشيش وخلاص وفي نفس الوقت اجيب الحلول عشان الناس تتصرف مش ان انا جمع مشاهدات واعمل بروباجندا واعمل اعلانات وشو بدون ما اكون عارف اسباب وبدون ما اكون عارف حلول اتمنى يا رب لكم النجاح واتمنى ان اي حد عنده اي استفصال يخص قناة او قناة حد يعرفه معكم في التعليقات ومش شرط ان انت تشترك المهم ان انت تستفادوا اتمنى لكم يا رب كلكم النجاح والتوفيق واشوف قنواتكم اكبر قنوات في الوطن العربي كله ويا رب ربنا يسعدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة